احنا كان عندنا ازمة اسكان يا فلم طبعا كان فيه ازمة ملحة ملحة ودي كانت فترة الستينات والسبعينات بدأت تظهر للنور الافلام كلها بتتكلم على الناس اللي بتتخانق على شقة وكلنا عيشنا الفترة دي انه فعلا مساكن اقل بكتير من احتياجات الناس وناس عائلات بكاملها عيشة في قوضة من شقة بحمام مشترك يعني لأ طبعا احنا واجهنا ازمة اسكان لفترة طويلة جدا صحيح والازمة دي بدأت تتحل بالتدريج والنهاردة ما عادش فيه ازمة اسكان بالعكس نحن بقى فيه عندنا وفرة وفقد من الوحدات السكنية النهاردة سواء في المدن الجديدة او في المدن القديمة وخلاص كلمة ازمة الاسكان ما عدناش من اسمها يعني من ازمة ملحة مزمنة الى فقد الى فقد الى فقد الفقد ده ممكن يبقى راس مال مهضر وممكن يبقى فرصة تستحق الاستثمار تقوم تخلينا نكسب ماكسب اكبر حلو اه طبعا كان فيه ازمة وتحلت وتحلت أنا المدن الجديدة اللي احنا عملناها في مصر وهذا الفائض من الوحدات لو صح التعبير السكنية وبقصد انا السكنية بمعنى كلمة السكنية مش المصيفية ولا السياحية سكنية جدا هل أصبحت بتتماشى مع متطلبات الناس على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف تطلعاتهم بقى فيه تنوع كبير يعني فترة الستينات والسبعنات مثلا كان كل حاجة قريبة من بعض الناس كلها كانت في ظروف شبه بعض وما كانش فيه تغير كبير دول جايين من أصل ريفي حيسكنوا في عمرات دول جايين من أصل حضر حيسكنوا في نفس العمرات ما كانش فيه تغير النهاردة مصر بقى فيها تنوع كبير ما بين إسكان فاخر وما أكثر من ذلك وما بين إسكان بسيط جدا للناس البسطة العائلات اللي عايشة فيما يسمى مساكن جوازية اللي هي مقابر عشة مش عارفك بقوا قليلين جدا يعني حتى العائلات بكمالها اللي عايشة في قضا واحدة قلت جدا فاحنا بقى فيه عندنا تنوع كبير سواء في المساحات في أعمار المباني في الطريقة بتاعت أنا بدفع إزاي أنا بشتري ولا بأجر يعني لحظ حردك أن فترة لغاية الستينات كان الأصل في الإسكان هو الإيجار ما حدش بيملك مسكن المسكن اللي بنيه واحد مستثمر بيأمن مستقبله بأنه بيبني عمارة ويأجرها عشان ولاده يأكلوا منها بعد هو متجرته تخلص أو يطلع معايش ثم من الستينات بدأت الدولة هي اللي بتبني وبتأجر لقت نفسها مش قادرة تتابع موضوع الإيجار ومشاكل السكان فبدأت تبيع وبالتدريج تحول النمط إلى تمليك واللي بيأجر بيخسر شقيته بسبب تثبيت الإيجارات وإن أنا ما بقدرش أخرج السكن فخلص ما فيش حد بيأجر والناس كلها لازم تحوش وتستلف وتعمل عشان تتملك فعادنا في الفترة دي يمكن لغاية سنة 2000-2005-2010 لما بدأت تتحرق قوانين الإسكان وبدأت ترجع شقق تاني للإيجار فالنهاردة فيه شقق إيجار اللي عايز يأجر إيجار جديد أو ما يسمى بالإيجار القديم اللي هو عقد إيجار ممتد مدة طويلة قوي وبيدفع مبلغ كبير في الأول أو اللي عايز يشتري بيقدر يشتري مع فلوسه كاش أو تمويل عقاري أو تقصيد وخلافه فبقى فيه طرق مختلفة للتمويل في فترة كانت المناطة العشوقية بتقدم حل لأنه التمويل بتاعها تدريجي الرجل بيحوش إرشين واشتري حتة أرض صغيرة قوي وبعدين يسد ديونه وبعدين يحوش إرشين ويبني دور وبعدين يسد ديون وهكذا فكان بيبني بالتدريج فقدت طريق التمويل ثالثة أو ربع النهاردة لا تزال موجودة لكن الإقبال على البنى في العشوقيات بدأ يقل شوي كان فيه فورة كده من البنى في العشوقيات بالذات فترة الإنفلات الأمني فرصة الدولة مش فيقلنا دلوقتي بنوا معرفوش يتصرفوا في الوحدات فهدية حالة البناء العشوائي فالنهاردة إحنا عندنا تعدد كبير في حاجات مساكن جودتها مش عالية في المناطق العشوقية وفي حاجات جودتها جيدة وفي متناول الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة سواء أسرة حديثة التكوين عندها داخل تقدر تأجر أو حد وصل لحالة الاستقرار المادي ومستعد يطفع قصط بقى كبير عشان يتملك شقة أو فيلا أو خلافه التنوع ده الحقيقة ممتاز وما كانش موجود قبل كده بهذا الشكل فيه مساكن وفيه مساكن للجميع وكل واحد بالطريقة اللي يقدر عليها وهو ده الصح في الاقتصاد كويس جدا طيب أنا شفت البيوت والمساكن والعمرات اللي كانت بتنبني في فترة الستينيات وتحديدا اللي كانت الدولة بتتدخل لبناءها يمكن كان فيه حتى أشوف دايما مشروع كبير كان موجود في آخر شارع جامعة الدول العربية في المهندسين وكنا بنسميه ما بين قصين المساكن الشعبية ده كان الاسم المتعرف عليه وبعد كده الدولة غيرت شوية فيه شكل النمط حتى بتاع التصميم المعماري بتاع المباني اللي بدأت تبنيها في فترة التمينات والسبعينات لكن ظلت طول الوقت ما كنتش أحس إن فيها جديد يعني عملية هم ونفس الشارع حتى أرض فاضية من أملاك الدولة أو السكة الحديد أو يرحبنين عليها العمرات تقريبا هي نفس الشكل والمساحات الديقة جدا وأعتقد كانت أبعد من المفهوم اللي كنا بناخده إحنا صغرين في المدرسة المسكن الصحي يدخله الماء والشمس والهواء ولا كان بيخلي لها شمس والهواء ولا بتاع والمسافات اللي ما بين العمرات صغيرة جات الدولة مؤخرا بدأت تبني مشروعات كبيرة على اختلاف الأنماط الاجتماعية والأنماط المالية كيف رهت دكتور عباس هذه المدن الجديدة بأنماطها بتصميماتها المعمارية بعلم التخطيط العمراني الحقيقة المدن الجديدة يمكن أكبر ميزة فيها إن مش الدولة اللي بتبني أغلب مساكنة حلو الدولة بتبني جزء من المساكن وعادة عشان تسد احتياجات فئات اجتماعية معينة حلو أو عشان تحط ما يسمى الخميرة بتاعت التنمية يعني أول مجموعة مبالي تبنت حيسكنوها أول ناس حتبتدي تجيلهم الخدمات والمحلات التجارية وبتاع فليه جيسكن في المدينة بعد كده يلاقي المدينة شغالة وهكس المدن الأولانية في الجيل الأولاني كانت الدولة تقريبا بتبنيها كلها واتبيع أراضي للناس عشان تبني الناس بتتبطأ في البنى لما ربنا يفرجها بنسقق على الأرض وهكس فكانت حمل ضخمة على موزنة الدولة وما كانش المباني بتتناسب مع احتياجات الناس كلها زي ما حضرتك بتقول بعد كده بدأت القصة لأ احنا بنوفر أراضي والناس تبني بطريقتها ثم بدأ من التسانيات تظهر فكرة الكمباونز أو إن أنا بدي الأرض لمطور عقاري هو اللي بيخطط ويقسم ويبني ويبتدي يبيع أو يأجر بالذات مساحات التجارية بتتأجر إنما الشؤة والفيلات بتتبع فابتدى تبقى مش الدولة اللي بتبني التمويل مش طالع من الدولة وحتى الدولة مكادش يعني ساعات بتبيع الأرض وصاعات ما تبعهاش بتديله الأرض مجاناً وتشاركوا في إنه في عدد من الوحدات هو حيبنيها حتى تملكها الدولة تباعها سواء لفئات محتاجاها أو تعوض منها التكاليف فابتدى يبقى فيه نمط مختلف شوية إنه السوق هو اللي بيحكم إيه نمط المباني اللي بيتبني فبقى فيه تنوع على حسب احتياجات الناس لأنه لو مش عجباني مش هشتري فيه عرض كتير أقدر أختار لما ما كانش فيه عرض كتير لما كان فيه الشؤة أقل من عدد الناس اللي عايزة شؤة أنا كنت باخد اللي قدامي وبس حل ووحشة أنا باخد اللي قدامي لما فيه تنوع الناس بتنقي والمستثمر بيضطر يرضي أزواء الناس حصلت ظاهرة سلبية الحقيقة يعني خلينا نكمل في الإيجابيات الأول نمط العمران مختلف في مساحات واسعة فيه جناين احنا عادنا فترة طويلة جدا بنبص للجناين دي على أنها رفاهية لنملك أن احنا نعملها أنا سمعت أحد المستثمرين كنا بنناقش تخطيط وطرح أن نبقى فيه مساحات خضرة فأحد أسات زيتي قال لي بس خد بالك المساحات الخضرة ما بتتبعش المستثمر مش حيوافق أما اطرح الموضوع على المستثمر قال المساحات الخضرة ما بتتبعش بس بتبيع صح أنه البلا أو الوحدة اللي بتطل على منطقة خضرة بتتبع أسرع وبتتبع بسعر أحسن طبعا وبالنسبة للمستثمر الأسرع دي ممكن تبقى أهم من سعر أحسن طبعا دورة رأس مهال فابتدى يبقى فيه مناطق خضرة وابتدى تبقى نقطة مهمة وابتدين نبص لا دا المنطقة الخضرة بيدي فلوس مش مجرد عب على الميزانية ولا أرض مهدرة التغير ده كان إيجابي الناس كلها بقت عايزة تسكن في حتة فيها مناطق خضرة حتة فيها جنين عايز يبص على جنين عايز شجرة عايز شارع واسع فابتدى نمط العمراني اختلف أنا يعني اتخرقت من الكلية في التمانينات الناس كلها بتعايزة بتبني أي سنديق وتبيع وخلاص وتسكن وخلاص لا الناس بقى دا تعايزة جودة حياة مختلفة وهذا إيجابي انتقل إلى جزء سلبي الحقيقة اللي هو بنسميه إعلان المكان declaring status اللي هو التباهي باللغة البلد خلاص الفشخرة أنا مش بسكن في التجمع الفلاني أو في الكونباونت الفلاني لأن أنا عايزة عايش في مكان حالو وأنا عايزة عشان أتباهي أن أنا ساكن في المكان دا والله أنا قلت الكلام دا في الحوار الوطني نص اشتركوا في القناة